تهديد حل الجمعية كذلك هذه المرحلة وصعوبتها أظن أنها أقل صعوبتان من مرحلة التأسيس الجمعية الآن هات السنة ستحتفل ب40 سنة التأسيس ديلا لشمعية ليست وليدة أمس أو قبل أمس حتى أنا خاف أن نهدد بالحل أو شيء فقط أن ما نريد أن نقول لأن تكلفة حل الجمعية لن تستطيع الدولة أن تدفعها لأن الدولة منذ مدة معينة منذ سنوات وهي تتحدث على أنها دولة الديمقراطية ودولة حقوق الإنسان وأنها هي قاطرة العمل الحقوقي في المنطقة الشمال الأفريقية والشرق الأوساط وكذلك في أفريقيا إذن هذا البعد التي اشتغلت عليه الدولة وطرحته فيما هو استراتيجي لها يصعب أن نأتي اليوم لنقوم بحل جمعية تشتغل في إطار القانون تعمل في العلن بشكل كبير لا نظن حتى فيما يتعلق بالشفافية في العمل الجمعية هناك الكثير من الجمعيات يشتغلون بأقل شفافية من عمل الجمعية إذن نحن مسألة الحل لا تخيفونا ومسألة التهديد لا يخيفونا وكذلك العمل أو الإرت أو ممكن أن تسميه ما شئت فنحن لدينا برامجنا وسنستمر في العمل على المنوال الذي اشتغلت عليه الجمعية منذ أسيسيا إلى الآن قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية المترجم للقناة